مكان نهائي دوري الأبطال وده يمكن الحديث المتواجد في الوقت الحالي وشيء أغضب جميع المصريين وليس طبعا جمهير النادي الآخر فقط لأن فكرة أنك طرف النهائي هيكون ممكن يكون زي ما بنقول وبالأكيد طبعا هيكون مغربي وفي نفس الوقت طرف مصري وده تعتبر السنة الثانية على التوالي تبقى متواجدة المباراة النهائية في دولة المغرب خلينا كابتل نبدأ براحب بيك في البداية وهتكلمك عن نقطة دي براحب بيك في البداية حبيبي يا روح أنا اللي براحب بيك لكن أنا عايز أقول لك الحاجة هو مش أغضب المصريين كلهم يعني القرار إقامة البطولة في المغرب ما أغضبش المصريين لأنه كتير أغضب مين يا كابتل؟ أغضب الأهلوية جميل النادي الآلي في الآخر الأهلي هو ممثل مصري في دوري الأبطال وبالتالي الجميل المصري حاب أن أهلي زمالك إسماعيلية كل الجميل حاب أن الأهلي ياخد البطول فاروق أنا بتستغرب من حاجة كبيرة جدا أن في ناس مصريين بتهاجم أو بتقول لك أن الأهلي إزاي خايف ويعيطه وزعلانين والكلام ده أنا النادي الآلي عامل حالة كبيرة جدا في الكرة المصرية والأفريقية والأفريقية وكله يعني خلينا أقول لك هو عامل حالة كبيرة جدا مفرح الناس حطك في ضغط كتير سواء بتلعب في أفريقيا أو بتلعب في الدوري النادي الآلي ممثل الكرة المصرية يعني أنت النهار ده لما يطلع مسلماني أنا ممكن أنا سبقتك بعليش في الأسئلة لكن اللي أنا شايفه واللي بيحصل من بعض الأراء أو من بعض ناس إن هي بتقلل من قوة النادي الآلي أو حجم النادي الآلي إن ياخد بطولة أو يلعب بيكساب في الدوري أو يكساب يبقى مكمل في البطولة الأفريقية وبيوصل في خلال 20 سنة لنهائيات البطولة الأفريقية ده حاجة جميلة جدا وكمان إن أنت بتنافس فرقة قوية أو لعبة أو أنديقة قوية في بلدها أنت بتلعب التراجي بتلعب الوداد بتجساب الرجاء أو بتتغلب عندك كبوات ممكن تحصل لك إن أنت تتغلب من سنوى وارد في الكور وارد إن فيكون لعبة عندك مش في حالتها لكن النادي الآلي ممثل الكرة المصرية مصدر السعادة في الكرة المصرية إن أنت كل مصر بتتفرج لكن اللي بيزعلني إن أنت النهاردة إن الأهل يزعلني إن يلعب في أفريقيا ده حقه بيدافع عن حقه إزاي فرقة من بلد بتوصل كلام ده لو يتعامل هو مش حقه فقط حق البلد خطاب النادي اللي قالت بس عشان للتوضيح اللي قدمه أول إمبارح تقريبا للإتهاد أفريقي إنه يعني الخطاب المتواجد فيه لأندي الأربعة المتواجدة في الدور قبل النهائي وبالتالي يعني بناء يعني بيتكلم على لسان الأربعة فرق إنه لازم يبقى فيه موضوع يبقى حيادي أكتر إنصاف أكتر للفرقة المتواجدة الأربعة طيب لو كان الاتحاد الأفريقي خد قرار إنه يتلعب في مصر كان الودادة هيوافق مصر من نفس الطريقة صحة ولا أنا غلطها مثلا فأنت بتكلم النادي الأهل بيدافع عن حقه بيدافع عن الوضع اللي محصول الكلام ده لو أنت خدت القرار من بدري أو قلت بداية البطولة ما كانش عندك بقى الوداد وصل أو الأهل وصل كنت خدت القرار زي ما بيحصل في الاتحاد الأوروبي بيحدد لك الملعب مع القرعة اللي أنت هتلعب في باريس يعني النهاية هتلعب في باريس لو كانت قابل لكده هتلعب في انجلترا على فكرة صحيح بس كتواخد القرار من بدري مكانش حدد لكن خلينا أقول لك يا فاروق النادي الأهلي بطل وما بيخافش وعلى فكرة دي بتديله دافع بتديله دافع قوي سواء بقى تلعبت في المغرب أو اتخذ قرار لكن أنا نفسي أو أتمنى يكون الاتحاد الأفريقي فيه احترام لمصر وأندية مصر أكتر من كده